الشرعية أصبحت رهينة بيد السعودية والإمارات حقيقة أكد عليها الرجل الثالث في مجلس النواب لتترسخ قناعة غير قابلة للشكل لدى معظم اليمنيين الذي نخب أملهم في المآلات المفترضة لتدخل العسكري الواسع النطاق لجارهم الشمالية السعودية قالها الرجل بملء فيه هذا التدخل سيقودنا إلى وضع كارثي في معرض تقييمه للمستوى الحال من التدخل العسكري والسياسي والاستراتيجي للسعودية وحليفتها الإمارات على الساحة اليمنية في المقابلة التي أجرتها معه قناة الجزيرة ضمن برنامجها المعروف بلا حدود شدد نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري على حقيقة أن السلطة الشرعية تقف في الوقت الراهن عاجزة بسبب عدم تمكينها من العمل داخل اليمن لعدم وجود رغبة سعودية إماراتية جاءت إجابات النائب جباري شاملة للقضايا الأكثر إثارة في سياق الأزمة والحرب في اليمن وتداخلاتهما الإقليمية وفي المقدمة التدخل الإيراني إيران لها دور خبيث في اليمن الدولة إيران للأسف الشديد الدولة الإسلامية هي الحوثيين ذراعها في اليمن وبالقدر ذاته من الوضوح وضع جباري الدور الإماراتي في سياقه الصحيح باعتباره دور يستهدف إضعاف الشرعية والوحدة اليمنية بالدعم المنصر في الكيانات وتشكيلات انفصالية الحقيقة أن الأمارات عملت مشكلة في الجنوب أنشأت تشكيلات عسكرية خارج إدارة الدولة والأسف الشديد ضغطت على الرئيس واصطر قرارات جمهورية بهذه التشكيلات وعملت المجلس الانتقالي كلنا نعرف جميعا لأن الذي تبناه خلنا في الأمارات وعلى خلفية ما يجري في سقطرة والموانئ وبقية المواقع الاستراتيجية رأى جباري أن أبو ظبي تريد أن تؤسس مكانة إقليمية على حساب اليمن ومعاناة اليمنيين في دولة الأمارات يريد أن يتحولوا إلى دولة إقليمية عظمى ومن خلال سيطرة على الموانئ اليمنية والجزيرة اليمنية وبعض المنافذ وتقديم أنفسهم للمجتمع الغربي والأمريكي على أنهم يحاربوا الإرهاب أدلة عديدة سردها الرجل لبيان سوء نوايا الرياض وأبو ظبي والتي تتجلى في تعميق الخلافات القائمة بين الأطراف اليمنية بذلا من العمل على مساعدة اليمنيين على إنهائها نعم هناك في مشاكل داخل اليمن وفي هناك خلافات لكن كان من المطلوب من إخواننا أن يحاولوا أن يعينونا على حل خلافتنا البينية وخلافتنا الداخلية لا أن يعمقوها أكثر ما كشف عنه النائب جباري في مقابلته مع الجزيرة إثارة هو تشخيصه لدور السفير السعودي محمد الجابر هناك واحد يتحكم في المشهد السياسي يعني ممثل الحكومة السعودية ومحمد أهل جابر هو الذي يقوم بهذا الدور كله هو الذي يصطر فرامانات هذا التصرف الأرعن هو الذي يعطي الحوثي المبرر إنه يدافع عن القرار اليمني المستقل هي إذن مهمة تصب في سياق ما اعتبره جباري مصادرة للقرار السياسي اليمني المستقل وهو أمر لن يقبل به الشعب اليمني مطلقا هدف الأخوة في السعودية والأمارات الآن السيطرة على القرار السياسي اليمني المستقل لكن لا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال الإملاءات والتبعية اليمني يرفض رفضا مطلقا التبعية طرح شجاع واستثنائي من جانب نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري بانتظار البناء عليه في سياق مشروع وطني يصد كل الأخطار المحدقة باليمني واليمنيين ترجمة نانسي قنقر